أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز عن تقديره للدعم الذي تحظى بها الشركة من جلالة الملك المفدى واهتمام ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيرا سموه لأن الشركة حريصة على تحقيق الرؤية الملكية في مساهمتها لدعم رؤية البحرين الاقتصادي 2030 جاء ذلك لدى تراوس سموه اجتماع مجلس إدارة الشركة عبر الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد أن قطاع النفط والغاز يمتلك تاريخا عريقا في مملكة البحرين حيث أن الشركة حريصة على مواصلة كتابة قصص نجاح لهذه المجالين الحيويين عبر العديد من المشاريع التطويرية بما يحفز البيئة الاستثمارية ومواصلة تحقيق المنجزات العريقة في المملكة وأوضح سموه أن الرؤية الابتكارية التقنية من ضمن أولويات الشركات بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال مشيدا سموه بجهود وعطاء أعضاء مجلس الإدارة واسمع سموه إلى شرح مفصل حول مواصلة دفع عجلة النمو في الشركة للوصول إلى أهداف المملكة في مجال النفط والغاز وإدارة أعمال الشركة التشغيلية والاستثمارية إضافة إلى الرؤى الاستراتيجية لمجلس الإدارة وقيادتها إلى أفاق أرحب من التطور والازدهار ترجمة نانسي قنقر